أخيراً في تطور في الحالة المادية عند الحوت الشهر ده عجلة الحظ المتعطل واللي واقف واللي مش عايز يتحرك ماشي الدنيا وقفة 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 بإذن الله بإذن الله يا رب ادعو معي كده بإذن الله حتمشي العجلة حقدور وحتلاقوا إن فيه تغيير في جوانب كتير من الحياة في كل الاتجاهات تايسير إن شاء الله تايسير في أمورك يا حوت بإذن الله Queen of Cups الحوت بقى هنا مش رومانسي زي المجموعة الأولى والتانية الحوت هنا قعد بيفكر بعقله وقعد بيقيم علاقة وأنا حاسة إنه هو متراقب ومتربص للشريك بتاعه حذر جدا جدا وصل الموضوع لحد التربص معلش page of pentacles تطور مادي بطيء في المرحلة الأولى يعني في أول شهر يعني بطيء شوية فخلي بالك من الصرف بتاعك ركز في الحاجات المادية إيه اللي انت محتاج وإيه اللي ممكن تستغل عنه الحوت إما بيمر فيه إما علاقة سلسية أو احتفال وكل ما هيطلع الكارت ده معلش مضطرة أن انا أقول الكلمة دي يا جماعة اللي مش شكة إن فيه علاقة إن شركها فيه علاقة تانية أو فيه خيانة مع حدا تاني أرجوكي ما تسمعيش القراءة دي خالص أديني بقول ونضم تسجل عشان نرجع للفيديو تاني اللي معندهاش شكوك أو ما مسكتش حاجة أو ما عنداش أي سبب إنها تشك في شركها أرجوكي اتجاهني الكارت ده خالص اللي عندها شكوك أو اللي مسكت حاجة بالفعل فيه علاقة سلسية وفيه صبر وانتظار الحوت قاعد صابر ومستني يشوف إيه اللي هيحصل مع حالة دوران العجلة دي The Wheel of Fortune فيه خير جايلك كتير يا حوت انت كنت مستنين متأخر عليك حاجة انت اشتغلت عليها من فترة بس ما كانش لسه وصلك المرضود بتاعها هيبتدي يوصلك دلوقتي أو خير عملته في حد زي ما قلت لك إن شاء الله بيتردلك شايف عمل جديد للحوت الناس اللي ما بتشتغلش فيه عمل جديد الناس اللي بتشتغل إما هتروح دورة تدريبية تتعلم حاجة جديدة أو هيغيروا جوه شغلهم هيروحوا مثلا مكان تاني في نفس الشوق بس فيه تغيير في حالة العمل عند الحوت ده في الثلاث مجموعات هنا بقى في تطور مدي إن شاء الله للبرج الحوت في حالة ما دار تتطور بإذن الله وحاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا اه أنا يعني فيه ده دي الغموض ده هاي بريستس دي الغموض فيه حاجة غمضة كانت عن غمضة عن الحوت هتتكشف له حيبتدي يعرف حاجة كانت مستخبية ومستترة حتباني يعني سر بيتعرف للحوت هنا فيه قيادة شوية برضو للحوت في مدان العمل أنا هادي العقص ثلاثية دي ده سؤال كويس طيب حنشوف عنده قيادة في العمل ماشي بمبدأ يعني القوة مع اللين في نفس الوقت وفيه شخص قدامك يحوت بيحميك وقف يعني وقف لك حارس القطة دي بس أنا دايما بتشوفون القطة دي أم يعني الأمهاتكو وقفلكو حارس إنه ما فيش حاجة تأذيكو أو حاجة تدركو هلخص القراءة بسرعة فيه عجلة حظ بالدور بإذن الله ما شاء الله يعني حاجة حلوة جدا فيه خير جاي لك يحوت حاجة أنت كنت مستنيها بقلك فترة إن شاء الله هتجي لك دلوقتي فيه تغير في العمل العمل بيتغير إما اللي ما بيشتغلش إن شاء الله هيشتغل أو بتاخد دورة تطريبية في حاجة معينة أو بتغير وفيه تطور في الحالة المادية وحالة أمان الحمد لله العمل عندك ماسك قيادة فيه قيادة عندك في الموضوع ماشي بسياسة القوة والسيطرة مع اللين والاحترام والعطف يعني الاثنين مع بعض عمل ميكس حلو جدا جدا وقدامك حد بيحميك فيه سر هينكشف للحوت الحوت قاعد بيقيم العلاقة بعقله تماما مركز وعمال بيعايز يشوف ما وراء الشخص اللي قدامه مش يعيفه كده وخلاص لعمال يحللوا يعني داخل جوه كده بيحللوا زي ما قلنا في اول الشهر التطور المادي كان بطيء شوية ان شاء الله يعني بإذن الله يتغير الموضوع ده فنحاول ايه تطور المادي والحمد لله احمدك يا رب فنحاول ان احنا ايه نظبط مصرفنا شوية زي ما قلنا علاقة ثلاثية او احتفال الحوت بيمر بعلاقة ثلاثية او بيحتفل بشيء وشايفه هنا صبر وتضحية وانتظار ريها هي مقرراتا باللي فات يعني مش قد كده بس هي ريها برضو حلوة جدا 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 وكده احنا بفضل لنا بسم بالله صح اشكرك يا عبد الحي مرسي مرسي هنشوف بقى ايه الحل العطفية بتاعت المرحلة الثالثة اخبارها ايه ونبقى كده خلصنا برج الحوت الحمد لله فالحد هيعرف سر عام الحوت انا شايفة ان الحوت اللي هيعرف سر ايه انا ميلة ده اكتر جدا في حياتنا بقى جزء من حياتنا الله يا مريم يا حيبكتي وانت على فكرة كمان مش انا بس يعني انتو كمان جزء بير من حياتي خلاص دلوقتي انتو مينفعش خاص حياتي مش هتكمل بغير لايف بعد كده ما شاء الله عني كيف هنكلامك صحيب اشكرك يا توكو اوي اوي ربنا ان شاء الله يعني ما يحرم ناش من بعض ابدا 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 وحركة فيسبوك دي ما تتكررش تاني لا موزارت ده كده هنتخد اوكي الف قبلة مني باشكرك يا رضا جدا ليه يا فاطمة مره بحضر ليكي ما هي بنوراني يا حبيبة قلبي نورتي اللايف نورتي اللايف يا رب يكون عجبك الناس الجودات يا جماعة اللي عجبهم اللايف دوسوا فالو الصفحة لايكوا فالو عشان تشوفوا تصويتات احنا بنصوت لكل برج وتشوفوا اللايفز اللي جاية ما تفوتوش ونورتوا الصفحة ونورتوا اللايف طيب يلا نشوف الحالة العطفية للمجموعة الثالثة والاخيرة لبرج الحوت الحوت عايز ايه؟ الحوت عايز الصورة دي للعائلة صورة سعيدة ابو ام متربطين وحبين بعض بيراهوا بعض واطفال بتلعب وحدا يعني عايز الصورة دي المدينة الفاضلة اللي هو عايش فيها دي وبيعمل على الموضوع ده بيعمل ان هوا الصورة دي تبقى تتحقق بالفعل عايز برضو قوة اكتر عايز يكون اكتر صلابة عايز يكون اكتر صلابة واكتر قوة الحوت برضو يا جماعة يعني حنين قوي يعني عنده لين جدا فعايز يكون اقوى شوية يكون جامد يعني انا مثلا ببقى ضعيفة قدام الولادي ساعات بضعف قدامه بيبقى عايز اقول ادمادي شوية انا شافي شوية هو ده بالضبط اللي انا عايز اوصله الحوت شايف شريكو ازاي شايفو بيتطور مديا شايفو بيتطور وشايفو لامم العيلة حواليه اهو تطور مدي ولامم عيلته حواليه برضو نفس الموضوع ماشين في نفس السكة مع بعض الطاقة الطاقة فيها تهنئة الناس عمالة تهني تهنيكو اما على نجاح على علاقة نجحة او على شغل نجح في حالة تهنئة والناس بتهنيكو الشريك عايز ايه؟ الشريك نفسه الشريك تعب واضح انه فيه تعب جديد شديد عند الشريك هنا محتاج روحانيات اكتر حياته بقت مليانة حاجات مادية كونكريت كده يعني حاجة صلبة عايز حاجة اكثر هدوء واكثر روحانية يعني اكثر روحانية ونفسه يرتح عايز ينام محتاج ينام محتاج يرتح ممكن يكون كمان اه تعبين جسديا شايفك ازاي شايفك ناجح شايفك ناجح وشايفك ناجح في كل حاجة اجتمال دائرة مكمل عامل كل حاجة بسم الله ما شاء الله بيرفكت بيرفكت لا حاجة حلوة قوي 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 الطاق دلوقتي حب غير مشروط فيه مولود للعايزين موليد وربنا هجع كلامنا خفيف عليهم فيه حالة لا حب غير مشروط حاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا هلا فيه حالة من كده عفوية ما نفكرش قبل ما نتكلم نتكلموا براحتكو مغامرة وشكل فيه سفر كمان مش شرط تكون سفرية سفرية شغل او حاجة لا ممكن يكون فيه سفر لمجرد السفر وحنا ندخلين على اجازات دلوقتي اجازات نص السنة فعلا فيه مناسبة يلا بقى اخدوا برايك ونطلع بقى نزافر فيه مكان دي قرية حلوة قوي 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 للحوت بسم الله ما شاء الله القرية دي يعني مش هارفة حاسة انها لايه على المجموعات تانية اكتر سبحان الله يا جماعة بصوا اسمعوا فعلا ما حدش يسمع المجموعات احنا بنقسم المجموعات علشان ناخد اكتر كم من المواقف انما مش شرط كلهم حوت كل المجموعات حوت انت حتسمع وحتشوف اكتر مجموعة ماشية معك ايه ما تمشيش على حسب مجموعة تاريخ ميلادك خالص الحوت عايز صورة العيلة السعيدة الاولاد اصحاء بيجروا بيلعبوا ابوا اموا متربطين وحبين بعض عايز يكون اكتر قوة واكتر صلابة شايف شريكو بيتطور مديا الشريكو محتاجش اكتر هدوء وحياء اقل صخب واقل هدوء واكثر هدوء محتاج يرتاح شوية لان جثمانية متعبان الشريك شايفك يحوت ناجح وبتقوم بدور كويس جدا ومكمل مهمتك على اتمى الوجه الطاقة ما بينكم فيها العلو شأنه فيها مباركات ناس بتبركلكم فيه هنا برضو الجنسية عندكم كويسة جدا ناشطة جدا وحب غير مشروط وممكن يكون فيه كمان حمل دي بتاعت الخصوبة كرت جميل جدا فيه حالة من زي ما قلنا التلقائية والعفوية في التعامل بينك بين شريكك يا حوت وان شاء الله كمان باين انه فيه سفر او تغيير مكان حتى ممكن يكون هتغيروا بيت ما شاء الله يا جميلة جميلة للحوت الحمد لله ختموها مسك ديسمبر الحمد لله وان شاء الله يا رب تزبط القريات علي تفضل اهلا بيك تفضل ايه سؤالة طيب احنا دلوقتي هنقول القراءة الخاصة اللي كسبت معنا النهاردة اهه ا اوكي تمام نهاية هي كمان باع اه انت عايز علاقة عاطفية تمام ماشي حلو اوكي اوكي ادني بس دي اقفنت اه شرين انا بقرأ كل يوم او يوم لا بعمل وكل لايف بقول في برج واحد بس والاختيار بيتم عن طريق التصويت فاحنا النهاردة معنا برج الحوت لانه كسب في التصويت ان شاء الله هنقول قصد قريب جدا 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 اوكي قال لي حبيبتي رضي علي بقى في الرسائل انت معانا على اللايب هو في مشاكل دلوقتي بينك وبينه الدنيا مش تمامي يعني هبتدي القراية انت عايزة ايه انت عايزة ببرز جديد عايزة الحالة المادية يكون فيها تطور اكتر من كده زي ما قلنا الكارتة ده اما انت عايزة تعملي حاجة معينة والفلوس معاك مش مكفية او معاك فلوس مش عارفة تعملي بيها ايه تصرفيها ولا تستني شوية بس واضح ان الحالة المالية عندك عملالك شوية ايه زعزاعة كده شايفها شريكك ازاي شايف شخص طموح شايف شخص زكي بيعرف بيعرف يتصرف وممكن يكون قد المسئولية كمان شخص قد المسئولية Kamera التققى Она بينكم موقف صعب او زواج Either or وأنت اضرا موقف صعب أو زواج يعني ايدا ايدا الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يكون اكثر قوة